نتكلم كرة شوي بقى بصراحة مبارح الوداد المغربي و سانداونز عملوا مباراة رائعة جداً. تخيل إن الوداد و سانداونز متعدلين على أرض الوداد. كده سانداونز يجيب جون واحد بس طير الوداد. رحوا جنود فريق. سانداونز جاب واحد. فيالدي ñ 50 أو 60. كده خلاص الوداد بره LUDAD يتعدل. سانداونز يجيب اتنين واحد. كده الوداد بره الوداد يتعدل في آخر ال 5 دقائق. بصراحة الوداد عمل درس مبارح علم الناس دارس في كرة القدم وصاندونز فريقة حلو قوي انما اللي عجبني لعيبتي الوداد كده بقى معلم الوداد هيقابل الاهلي في نهاية بطولة افريقيا كده مطلوب من جمهور الاهلي يروح بس جمهور الاهلي يروح ازاي لما المحاملوس محمد رشوان بيقول ان الامن قبض على 75 واحد من جمهور الاهلي يعني اللي هيروح يشجع الاهلي يتعمل له كمين في الاستاد اي دولة واي منطق لأ طبعا صعب جدا تروح وفجأة تلاقي نفسك مالجاتش البيت وهان تلبس بقى قضية جماعة ارهابية بجماعة ارهابية بجماعة ارهابية انت عارف البلد مش اخرمة صعب جدا اللي بيحصل في مصر من حق جمهور الكرة يروح ويتفرج ويشجع النصيحة التانية بقى يعني ما كل واحد يخليه في نادي يا جماعة في ناس على اليوتيوب شغالة على نادي تاني يعني يا عمي ما تخليك في النادي بتاعك ما تتكلم في مشاكل النادي بتاعك ما تتكلم على مجلس دارة النادي بتاعك لأ قدول عايشين حياتهم يعني في واحد بنضارك كده بيطلع عايش حياته على الاهلي يا عمي ما تخليك في النادي بتاعك يا جماعة كل واحد يخليه في النادي بتاعه وخلاص الاهلي يفوز الاهلي يقصر ده حاجة ترجع للأهلوية تحياتي للوداد المغربي